بهدف تحسين أوضاء الرعاة ومرعيهم ترأس المين العام لإقليم السلامات فعاليات عمال المشروع الذي تلقته إحدى المنظمات غير الحكومية التي تعنى بشأن الثروة الحيوانية بمشاركة عديد من المهتمين بالثروة الحيوانية والبيئة تقرير آدم حنفي فاضل بهدف حماية الرعاة وتحسين مناطقهم أطلقت المنظمة الغير حكومية التي تعرف بالصحيح فعاليات مشروع لتحسين وإدارة الموارد الحيوانية لإقليم السلامات وذلك في إطار توحيد الرؤى والعمل على تنظيم الرحل وأصحاب المواشي بغية الوصول إلى الاستفادة الدائمة من الإنتاج الحيواني هذا وقد ترأس فعاليات المشروع الأمين العام لإقليم السلامات ريجنبين جينغار والذي أوضح أثناء ترأسه لهذا الحفل أن الأعمال الوطنية والمشروعات الهادفة التي تدخل في إطار تنظيم قطاع السروة الحيوانية والمتقيرات البيئية وتوسيع رقة الشراكة لأجل تحسين المراء في البلاد وبهذا الخصوص فقد تحدث برنباس جيفيغل دوفاشو كلمة تنويرية وتناول الصور المختلفة في هذا المشروع الذي يرمي إلى تحسين القطاع الرعوي والعمل على إيجاد طرق لأجل ملاءمة المتقيرات البيئية أن ممثل منظمة الصحي الغير حكومية قدم اعتراف منه كلمة شكر فيها الشركاء الوطنيين والممثلين الأجانب بتقديم الدعم والعون الكافي لأجل إنجاح نشاطات المشروع التي تتمثل السالسة من نوعها حيث أن هناك مشاريع مماثلة تخص الرعاة وتكوين لجان لحفر الآبار الجوفية وتأمين المناطق الرعوية كالفرغان وضواحي المحمية الوطنية لزاكومة أما من جهة أخرى منصغ المشروع السيد سندبا كوري موشرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين المناطق الرعوية حيث أن هناك متغيرات مناخية على مستوى العالم وتؤثر سلبا على الرعاة وأصحاب المواشي والمناطق الرعوية التي ترتع فيها البهائم بشكل دوري أو سنوي وخلال اختتامه لفعاليات المشروع فقد أكد الأمين العام الإقليمي أن الأهداف المرسومة لحماية الرعاة وأماكنهم تدخل في صميم مبادرات الرئيس الجمهورية إدريس دابي إتنو الذي أعطى عناية بالقة لأجل تحسين الإنتاج الحيواني وإدارة الموارد القبية حيث أن البلاد تتمتع بأكبر قدر من المواشي علما بأن قطاع السروة الحيوانية يعتبر من ركائز الاقتصاد الوطني في البلاد